في لائحة الجرائم التي ادعى فيها القاد رجح موش على حاكم مصر في لبنان يحتل اختلاس الأموال العامة الصدارة إلى جانب التزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييد الأموال هذا الادعاء الذي جاء بناء على طلب المدعي العام التمييزي يستند عملياً إلى التقرير الذي أعده القاد جانت النوز بنتيجة تحقيقاته التي شملت خمسة مصارف ذكرها طلب المساعدة القضائية السويسرية حيث تبين للمحققين السويسريين أن من أصل 248 مليون دولار كان تم تحويلها من حساب فوري إلى حساب رجح سليمي في مصرف HSBC أعيد تحويل 207 مليون دولار إلى حسابات لرجح سليمي في هذه المصارف الخمس في لبنان لكن لماذا جاء الادعاء على سليمي باختلاس أموال عامة؟ اعترفت المصارف التي حقق معها القادة النوز بدفع عمولة لمصرف لبنان لقاء عمليات مالية قامت بها معه حيث سمحت هذه المصارف بموجب العقود التي وقعتها مع المركزي باقتطاع عمولة قالت إنها أموال خاصة والأهم أن هذه المصارف أكدت أنها لم تعرف بوجود فوري وهي الشركة المملوكة من شقيق رجح سليمي ما يعني أنها كانت مدركة أن العمولة دفعت لمصرف لبنان ما يجعل منها بمجرد دخولها المصرف المركزي أموالا عامة أي أن حاكم المركزي حول إلى شركة فوري أموالا عامة بناء على طلب المساعدة القضائية السويسرية وجهت نيابة العامة التمييزية في 2 شباط 2021 كتابا إلى حاكم مصرف لبنان طلبت فيه مجموعة وثائق ومستندات منها ما هو مرتبط بشركة فوري ورجا سليمي وأبرزها العقد بين المركزي ورجا سليمي أو فوري والوثائق المتعلقة بظروف التفاوض وأبرام عقد فوري لسيما محاضر جلسات المجلس المركزي والبيانات المتعلقة بالعملات وبالأموال التي دفعت لفوري كما طلبت نيابة العامة التمييزية مجموعة وثائق أخرى تتعلق برياض سليمي أبرزها ما هو متعلق بالمبالغ التي تحصل عليها سليمي في سياق بيع سندات اليوروبوندز أو سندات الخزينة أو شهادات الإداع والأهم كشف حساب عن أي حسابات مصرفية مفتوحة لدى المركزي باسم رياض سليمي وخصوصا لحسابين أساسيين أول هو الحساب الذي تلقى منه حساب فوري في مصرف HSBC في سويسرا مجموعة 326 مليون دولار وحساب ثاني تلقى منه حساب رياض سليمي في بانك بيكتيس سويسري مجموعة مبالغ مالية في العام 2018 هذه الطلبات كررتها وأكدت عليها نيابة العامة التمييزية في كتاب ثاني مؤرخ في 27 الأول 2021 وفي كتاب ثالث في 22 أذار 2022 الأخطر من ذلك هو صمت المصارف عما حصل فإذا كانت المصارف الخمس التي تم التحقيق معها قد نفت معرفتها بفوري ماذا عن المصارف الأخرى خصوصا أن مجموعة العمولات التي تلقاها مصرف HSBC بحسب طلب المساعدة القضائية السويسرية قد بلغت 326 مليون دولار ولماذا لم تتحرك جميع هذه المصارف لدى اكتشافها أن العمولات لم تذهب فعليا إلى المصرف المركزي بل حولت عبر حساب ترانزيت أكاونت في مصرف لبنان إلى حساب فوري ولماذا لم ترفع شكوة ضد مصرف لبنان لاسترداد أموال العمولات التي دفعتها في المقابل بدأ بعض المعلومات يشير إلى محاولة يجد تحضير لها لتبريئة رياض سليمي بسيناريو قضائي ويقول المتابعون للقضية أن الأنظار تتجه اليوم إلى ما سيقوم به قاضي التحقيق الأول في بيروت شرب الأبو سمرة لناحية تحديد مصدر الأموال التي حولت من المصرف المركزي إلى فوري من ضمن احتمالين إما أن يبقي على ما جاء في الادعاء باعتبار الأموال العامة وبالتالي تستمر ملاحقة رياض سليمي في لبنان بجرم الاختلاس كما هو محدد في المادة الأولى من قانون مكافحة طبيد الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44 وإما أن يعتبر القاضي أبو سمر الأموال المحولة إلى فوري خاصة ما يسقط جرم اختلاس الأموال العامة بحجة مرور الزمن باستناده إلى المادة 13 من قانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الإثراء غير المشروع التي تنص على أن جرم الإثراء غير المشروع لا يخضع لمرور الزمن على الدعوة العامة وعلى الدعوة المدنية لمصادرة المال العام واسترداده لكن سقوط جرم اختلاس الأموال العامة لا يعني سقوط جرم الاختلاس خصوصا أن رياض سليمي لا يزال في موقعه منذ العام 1992 أي أن حجة مرور الزمن لا تستقيم في وضعه تشدد مصادر متابعة للملف أن هذه المحاولة جرت قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق الأول حيث كان الهدف أن لا يتم الادعاء من قبل القاضي رجح موش بجرم اختلاس أموال عامة لكن المحاولة باءت بالفشل خصوصا أن كل الوثائق المتعلقة بدفع العمولات والتحويل تجزم بما لا يقبل الشك أن الأموال المختلسة هي أموال عامة فهل يندفع أبو سمرى حيث انكفأ حموش وبأي غطاء أو حماية علما أن أي هرتقة محلية لا تلغي حقيقة أن شيئا لن يوقف القضاء الأوروبي عن متابعة تحقيقاته بجرم طبيض الأموال الحاصل على أراضيه